بيلفت نظري في المواقع على الفيسبوك ميلي الناس الكتير لأشياء الأديمة يعني عندنا رغبة في الحقيقة يعني بشوف على الصفحة بتاعتي دايما بجد الأدمن بيحط صور للقاهرة الأديمة بيحط صور للشخصيات المؤثرة الأيام الأبيض وسود والحقيقة يبدو أنه الناس عندها رغبة في أن تعيش مكان خصوصا أنه مثلا بنلاقي صورة لوسط القاهرة جميلة منصقة نظيفة بدون أي مشاكل يعني اللي إحنا لو ما قدرناش ننظف شارع فالأسهل إن إحنا نتفرج على صورة شارع قديم وهو نظيف لو شايفين أن من الصعب علينا ننظم المرور فياريت نلاقي شوارع القاهرة خالية من العربيات فنسعد بالصورة نسبة كبيرة جدا من الناس الآن تشاهد ما يمكن وصف أفلام الأبيض وسود كاية الدنيا سهلة وسيطة غير معقدة والحقيقة كمان كان شكل النجم وشكل النجمة كانوا مختلفين يعني يعني كان فيه رشد عبازة وكان فيه عمر الشريف وكان فيه أحمد مظهر يعني الحقيقة كان شكلهم بيعبر أيضا عن الحياة العامة في مصر كان بيعبروا عن الشعب المصري بشكلهم وبتصرفهم وبقضاياهم دلوقتي الحقيقية يعني يعني شكل النجوم في مصر الحقيقة كله يعني لا يعبر إلا على يمكن العشوائيات العنف السنج المخدرات حقيقة شيء يعني ملفت للنظر ظاهرة محتاجة إلى أنه بالفعل ندرسها في ذات مرة يعني دخلت على موقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما فالحقيقة لقيت نفس الشيء لقيت صور هو حاطت صور لأمريكا الجميلة لأمريكا القديمة يعني يبدو أن نفس المشكلة في كل حتة مشكلة القديم باستمرار أجمل مش لأنه كان أحسن لا لأننا حسامنا علاقتنا بالقديم شفنا الجزء الكويس فيه ورمينا الجزء الوحش دايما باستمرار يتقال أنه لا قبل 23 يوليو أفضل أو قبل السادات كان أفضل أو قبل مبارك كان أفضل باستمرار اللي قبل كان أفضل على كل حال دي مشكلة بشر عندما نعجز على أن نعيش الواقع على أن نقاتل الواقع على أن نغير الواقع فليس لنا إلا حلم البقاء في الماضي في ماضي الأبيض والأسود نطلع فاصل